يقين وآلاء حكاية تلخص معاناة عائلة ليبية نزحت من سرط واستقرت هنا في البيضة عائلة فرت من بطش ما يعرف بتنظيم الدولة بحثا عن مكان يؤويها ويحفظ صغارها ولكن للأسف لم تستطع حتى هذه الجدران المهترئان تنسي عائلة بشير مرض يقين وآلاء هو مرض نادر يعرف بتضخم الغدى الكذرية وهو عبارة عن تشوه خلقي في المسالك البولية والجهاز التناسلي نوع المرض يسمى الأدنال كونجيتان هيبريبليزيا وهو خلل هرموني في جميع وظائف عضاء الجسم منها العضاء التناسلية ومنها إصابة بمرض السكري ومنها خلل هرموني عام في وظائف الجسم خلف هذه الابتسامة البريئة معاناة كبيرة بحجم الوجع الليبي قلة ذات اليد جعلت من عائلة بشير غير قادرة على توفير العلاج لطفلتين في عمر الزهور من سرت إلى تونس ورحلة البحث عن حل تتواصل نخدم في الهايدروكروتوزون والفلودوكروتوزون نوعين علاج كان نقص عليهم هرمون في الجسم ينظم في الجسم الهرمون العلاج يخلي في الجسم منظم وكان نقص عليهم العلاج يرقى الهرمون للدماغ ويصير لهم فشل في الكلاوي والله العلاج نوص عليه من تونس من مصر ما فيش هنا بقل في ليبيا يقف الأب والأم عاجزين أمام هذه المحنة يتساءلان في صمت عن صمت المسؤولين وجحوجهم رغم علمهم بمرض يقين وألاء ماذا يفعلان؟ إلى أين يذهبان لإنقاذ بنتين لا حول لهم ولا قوة؟ نوابنا وين نوابنا؟ وينك يا زايد هدية؟ وينك يا حسن الزرقة؟ وينك يا حسن الزرقة؟ وينك يا سيادة النايب عزيزة كركرة؟ اللي قلتيني ما عندي مندير لك؟ هذين حالات قدامك ربي رأي يشبع فيك يقين وألاء مجرد رقم في أعداد النازحين في ليبيا هجرتهم الحرب ودفعت بهم إلى المجهول خمس سنوات كانت كافية لتشريد المئات وحرمان مئات آخرين من الدراسة والعلاج لم يطلب الكثير سوى وطن يعيشون فيه بسلام اشتركوا في القناة